طب رامي وانت بالتأكيد انت عارف الوضع كان يختار واننا كنا نقشنا ده قبل كده كمان لان انت عارف ما فعلته جماعة الاخوان حتى مع المسيحيين ومع مصر ما كنتش بتتأمل في هذه الامور انت بتقول يعني انا اكتشفت في النايا انهم لا يمكن ان يكونوا جماعة مظلومة وهم ينتهيكون لا مش مظلومين لا لا مش مظلومين يا سيد وائل هم يدركون الان ان لا امل لديهم في حكم يعني خلينا بس نتكلم بشكل واقعي هم يدركون ان لا امل لها ولكن هو الهدف الان زعزعة نظام الحكم ضربات ضربات اعلامية ضربات في الداخل المصري لزعزعة النظام وليس من اجل الحكم من يريد الحكم بيخاف على البلد بيخاف بيبقى طريقه اصلاحي لانه هيوصل للحكم ولكن هم الان يدركوا تماما لا امل لديهم وعارفين ده كويس قوي لذلك كان الهدف الرئيسي الفترة الاخرانية هو صناعة ازمة داخلية خاصة ما بين قوات المسلحة وبين الرئيس السيسي وخاصة في قصة سامي عنان يعني الفريق سامي عنان وانت وطلق في موضوع الفريق سامي عنان جاءت لكم تعليمات بدعم الفريق سامي عنان نعم كان هناك اتجاه داخل القناة بدعم الفريق سامي عنان واظهره كمخلص لمصر وايضا كان هناك جبهات يعني انا كنت ضمن كل الجبهات السياسية التي تمت في الخارج انا كنت عنصر اساسي منها كان بنعمل جروبات كان من ضمن احد الجروبات كان معانا الفريق سامي عنان وانا اتذكر في احد الجلسات الدكتور ايمان نور قال انه معانا الفريق سامي عنان ومعنى من هو اخطر من الفريق سامي عنان حتى احد قال له ايه معانا مبارك في الجروب يعني 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 لا كان هناك ذلك التوجه من بدري من حتى قبل الانتخابات بفترة طويلة طيب وهنا انت وصلت لقناعة في النهاية بان يعني هذه الجماعة لا تعمل لا تعمل الا من اجل مصلحتها لا تعمل لا تعمل انه يعني حتى المخابرات القطرية ومخابرات الاخوان هم الذين يديرون هذه النظوم طبعا القنوات تدار من لندن وهناك طبعا تعاون قوي جدا ما بين مخابرات الاخوان ومخابرات القطرية نقدر نقول انه الجانب التركي هو الجانب الراعي يعني يستقبل في المكان هو يسمح لك بالعمل ولكن هو لا يتدخل بشكل مباشر هو يسمح لك بالعمل في تركيا هو يحتضنك ولكن بشكل مباشر الاتراك على فكرة اردوغان من اكتر الناس المستفيدين دون ان يدفع اي شيء اردوغان استفاد حتى من قطر اخذ منهم كام مليار وبعتلهم 200 عسكري بس 200 عسكري وطيارتين على الدوحة وخذ منهم مبالغ ضخمة جدا كذلك هو يستفاد من المشاريع التي تقام في تركيا الاخوان المسلمين في الفترة الاخيرة عملوا عدد كبير من المشاريع في تركيا مدارس لانه يريد تغيير الافكار الاتاتركية بافكار اسلامية الافكار العلمانية نعم هو يريد تمسها في الايام او الفترة القادمة وشجع الاخوان ببناء مدارس كبيرة سلاح عبد المقصود عمل مدرسة كبيرة هناك وعادت كبير عمل وشاريع سلاح عبد المقصود وزير الاعلام نعم عمل مدرسة هناك وافتتحوا المسؤولين الاتراك افتتحوها هناك تشجيع خاصة في مجال التعليم كما كان يحدود في مصر مجال التعليم هو شيء اساسي لانه ده يعني ده عملية تشكيل وعي الناشئ صحيح طيب رامي قبل ما اكمل معك دكتور خالزة هل بيستوقفك يعني ده يعني ازرع اعلامية بتشتغل في الخارج بهذا الشكل رامي نموذج يعني اشتغل ما هو مولك فجأت بعملية التجسس والتنصط عليها بهذا الشكل ثم فجأت بكمان بكيف تدار هذه المنظومة باموال من قطر وبمساعدة المخابرات القطرية هل ده طريق تفكير الجماعة دائما بهذا الشكل؟ هو اللي قاله الاستاذ جان لو رجعنا اللي قاله الدكتور محمد حبيب في مذكرات اللي بتنشر في جريد الوطن وازاي كانوا بيتجسسوا عليه اعضاء مكتب الارشاد جسسوا عليه عليه هو وازاي كانوا بيحصروا من كل جانب وهو نائب مرشد وهو نائب مرشد ده فوق ما سمعناها الان وده نشر واللي بيرى كان جريد الوطن او المصرين او الكتاب اللي نزله الدكتور محمد حبيب حيسمع كثير قصص تفوق ما ذكرته حضرتك من التجسس عليه وحرجع له تاني لكن انا فيهم وطنطين استوقفوني كنت قلتهم لما قال ان لندن هي المركز الرئيسي انا كنت قلت من سنتين ان الارض تتزم تحت الاخوان في قطر ده قامة معقتة ده علاقات ليست علاقات استراتيجية الاخوان في قطر يعني مرصدين ومحاصرين مش مسموح لهم انهم يتحركوا ويتصلوا بأي الا بازل ومن القناة الى الفندق ومن الفندق الى القناة في تركيا ايضا هم عارفين ده مرحلة معقتة لكن مركز الاستقرار الرئيسي هي لندن مركز الامان الرئيسي المركز الامن للاخوان هو هي لندن هي دي اللي هو بيعتبروها الامان الاساسي اما اي مكان فهم بيتوقعون في اي وقت ممكن الارض تحدث الانقلاب اللي كان احدث في تركيا متوقعين احدث تحصل زي كده اردوغان ممكن يغير موقفه ده برجماتي ورجل يغير موقفه ممكن قطر يحدث فيه اي تغيير فهم لندن بالنسبة لهم اذا كان فيه مركز حساسة للتجسس فهتكون في لندن اذا كان فيه يعني اصرار للجماعة وقيادات او اماكن توجيه هي موجودة في لندن تالي نقطة برضو من النقطة اللي قالها انه قال انه عندهم احساس انه خلاص مش هي يعني الجماعة لا يمكن ترجع لحكم مصر ولا كده كان الدكتور دراج عمرو دراج بيقول ان الجماعة هو يعني هو انشق عنهم لكن بيتكلم كان موضوع يوضع اذا ما خرجتش من الجمود فيه فهي هتنتهي زي جماعة اخر سيه الكلام اللي انا قلته مع عدرتك اه لما كنا في الحلقة السابقة هو نفسهم بيعترفوا الناس بيطلبوا بالاصلاح بالتغيير في الجماعة مش هيستمع لهم في مجموعة مسيطرة المجموعة الجامدة المجموعة القطبية اللي هي بتستبيح كل شي وعند نتكلم على التجسس واستباحتها لكل شي يعني في مرجعيتهم الأدبية يستبيحون التجسس على الأعضاء التقية دي التقية دي هي بتبيح لنه يظهر لغير ما يخفي ودي كان من الأدبيات الحقيقة اللي محمد قطب أخو سيد قطب استشفها من فكر سيد قطب ونشرها في وسط الشباب 65 ده حكاهولي شكر مصطفى بنفس وسماعت منه بنفسه حكاهلي وعندس محمد سالم حكاهلي ناس من اللي عشروا اللي كانوا في السكون سنة 66 فالتجسس والتصنط والتشكك في الغير دي فلسفة وهو فكر التكفير كده هو يعني يعني فكر قطب فكر تكفيري يعني عدم الثقة هو بيكفر للإنسان ده ليه ما بيثقش فيه يعني بقول لا يليل الله عمد رسول الله صلي في المساجد لكن هو فكري يعني بيشكك في كل شيء فإن التشكك في البعض ده شيء موجود فلسفة بدن بنى على الصعق دي اللي توقف لو بيظهر غير ما بيبطن وإذا كانت نصته على نائب مرشي دكتور محمد حبيب بقى يعني الحصال اللي بيحكيه يعني أشياء كثيرة جدا من التصنط والتجسس والتراقب يعني حقايات وقصص طوال الحياة طيب رامي خلي بقى يعني لو نبط عن طرف دائما بيبقى متشككا فممكن يقولي يعني يقولك يعني مين قال يعني يجوز رامي جان ده يظهر يعني عادة بقناعات إنه اكتشف إن الجماعة لا يهمها إلا مصلحتها وإنه تحالفاتهم مشبوهة وإنهم يعني يعني أعداء للوطن بشكل كبير وأعداء للإنسانية وإن المبادئ لا تتجزأ فيقول يعني ما يجايز يعني رامي بيعمل نوع من المنورة يعني فيه ناس ممكن تقول كده هو ما كنتش محتاجها يعني ما أنا كنت قاعد هناك يعني لو 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 التفكير ما أنا كنت قاعد هناك وكنت شغال هناك ولكن اللي حصل إن أنا تصدمت في إنهم يعملوا كده وبعدين أستاذ والي كان هناك تطاول كثيرا ما كنت أستشعي هناك تطاول خاصة حسن أن التمسيحي دي يعني تجد من يرسل إليك أصله الصليبيين أنا ما تضايق صليبيين مين يعني أي صليبيين دي وبعدين أنت تنزع عني الهوية المصرية وكأني أنا من ضمن الحملات الصليبية على مصر يعني وتقول لك أصل الصليبيين صليبيين مين ما فيش حاجة اسمه صليبيين يعني كثيرا ما كانوا بيتم التطاول في هذه النقطة ولما تيجي تنتقد لن يرضى عنك اليهود والنصارى يعني إذا انت قطت يبقى أنت مش هترضى عنك وإذا ما انت قطت يبقى أنت ربما بتكون بتناور أو ربما أنت رجل أمن أو ربما وراك شيء الحقيقة أننا تحملت ما لا يتحمل أحد والله يا وسلم يعني حتى كان في عصف على وطر مسيحي طبعا